الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام عيد الأضحى تقرباً إلى الله تعالى أستنتج من ذلك أن وقت الأضحية يكون حتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة نعم فوقت الذبح من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وهل هي سنة أم فرض؟ هي سنة مؤكدة لحديث أنس رضي الله عنه قال ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسما وكبر ووضع رجله على صفاحهما كما أن فضلها عظيم فالأضحية من شعائر الله تعالى وعلامات دينه المعظمة نعم حيث قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وهل تجوز التضحية بشاة واحدة لأهل البيت؟ بالتأكيد فمن المجزئ في الأضحية من حيث المقدار أن يجزئ عن الشخص الواحد وأهل بيته شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فيجوز لسبعة أشخاص الاشتراك في بقرة أو بدنة والدليل أن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة أحسنت يا بني ولكن ألاحظ صغر سنهما ليس بصغيرين يا عائشة فهناك سن للمجزئ من الأضحية فالمجزئ من حيث السن الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني من المعز وهو ما له سنة والثني من البقر والجاموس وهو ما له سنتان والثني من الإبل وهو ما له خمس سنوات ولكنني سمعت جدي ينبه على ضرورة انتقاء الأضاحي نعم ولماذلك؟ لأنه يوجد ما لا يجزئ في الأضحية حيث قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي انظر هذا الكبش له قرن مكسورة إذا كانت الأضحية مكسورة القرن أو ليس لها ذيل فهذا عيب يسير وتصح الأضحية به ولكن دائما ألاحظ أننا نضحي ببقرة وأحيانا أخرى بغنم لأن أفضل الأضاحي هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة وعليك أن تعلمي يا عائشة أن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة جزاك ما الله خيرا على هذه المعلومات القيمة والآن هيا بنا لنطعم الكبشين وجزاك يا عائشة وجزاك يا بنيتي ولكن قبل ذلك عليك بتلخيص ما تعلمته اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام عيد الأطحى تقربا إلى الله تعالى حكمها سنة مؤكدة فضلها من شعائر الله تعالى وعلامات دينه المعظمة شرعت في السنة الثانية من الهجرة وقت ذبحها من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة ما لا يجوز في الأضحية العراء المريضة العجفاء العرجاء